في اليوم الثالث على خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامير جعجع استمرت الردود منها ما هو إيجابي ومنها ما أثارته الكلمة فانطفض مهاجما متاهما مدافعا عن تابع هنا ومجرم هناك الصحفي للحاج كتب في النهار أن جعجع يخرج من سجنه للمرة الأولى ناقلا عن سياسي بارس قوله هذا هو سامير جعجع الذي نعرفه أعتقد أن الرجل الذي لم نكن نعرفه هو جعجع الذي بقي مقيما في سجن داخل ذاته بعد 26 تموز 2005 كان مؤثرا في خطابه لأنه كان صادقا صادما وحاسما في إعلان اقتناعاته وحاملا قضية سياسية ووطنية يدافع عنها بعدما دفع عنها وبسببها أغلى الأثمان صحيفة المستقبل كتبت في افتتاحيتها حلف الأقليات سحر أسود في اليومين الماضيين تعاقب سامير جعجع وفؤاد السنيورة على تفكيك مفعيل هذا السحر الأسود الصحفي سموع أبو فاضل كتب في الديار أن ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية استنهاض لأربطاش أذار وتأكيد على المسار والمصير وأن الدكتور جعجع يصوب الدور المسيحي في لبنان والشرق الصحفي فادعيد وتحت عنوان الزمن البائس موقف في كلمة غير مطمئن قال في الجمهورية نجح سامير جعجع في استقطاب شرع أربطاش أذار عامة وفي تثبيت أقدام القوات اللبنانية كمؤسسة نحو المستقبل وعلى تحالف استراتيجي مع تيار المستقبل ومع بعده العربي إعلام الثامن من أذار تناول بدوره خطاب الدكتور جعجع وتحت عنوان للصحفية جراسيا بيطار في السفير القوات تجير قداس الشهداء لصفير وترفع صقف خطابها عبرت عن رؤية فريق الثامن من أذار العنجهية والرافضة لكل حوار وتحور وانفتاح محاولة اللعب على الاختلافات الطبيعية وقالت منذ صباح بدأ الاحتجاد القواتي في الملعب وعند ساعة الذروة في الخامسة بعد الظهر لم يأتي الحضور على قدر توقعات المنظمين وقيل أن الأمطار فعلت فعلها لكنها لم تؤثر على هيكلة الحدث وأضافت لم يعظى أحد من الحضور بما في ذلك جعجع وزوجته ستريدة بمثل ما حظي به الكاردينال صفير لحظة دخوله استحق معه القول أن مهرجان القوات كان مهرجان الكاردينال صفير بامتياز نكاية براعي القداس نصر الصيغ لم يوفر حقدا وكراهية إلا وكتبها في مقاله في السفير أيضا تحت عنوان طبوية جعجع وخريف البطريارك فاعتبر أن خطاب جعجع هو خطاب بشير القديم خطاب الانتحارات المتتالية ويضيف كاتب المقال تميزت القوات اللبنانية في عهودها كافة من بشير إلى ورثته وصولا إلى جعجع بأنها ذات صفحات ملطخة بقتل المسيحيين ويعتبر أن خطاب جعجع ليس لجعجع كان يمكن أن يكون لأحد قديسي المسيحية في السياسة لا أن يكون كلام أحد شياطين السياسة في الدين والطائفة والوطن غسان سعود بدوره كتب في الأخبار تحت عنوان المسيحيون بين خيارات الرعي وجرأة جعجع أنه في يومي الجمعة والسبت الماضيين تأكد ثبات جعجع في القوات اللبنانية فلا تغيير كل التحالفات والاعترافات بالأخطاء كانت لحظات عابرة ويقول قد يكون طبعيا أن يهب كل مسيحي يستمع إلى جعجع عن كرسيه مصفقا سعيدا بزعيم الطائفة القوي لكن الرجل المتكلم قد جربه وخياراته حيث لا ولم ولن يجوى الآخرون جربت أيضا ونتيجة ذلك على المسيحيين كانت باختصار شديد كارثية أما الأعلام المرئي لـ 8 أذار فلم يخلوا من الحقد والاستهزائية في مهرجان القوات جاءت كلمة الدكتار الناسك سمير جعجع مثقلة بأسماء شخصيات وقيادات تم اغتيالها أو تصفيتها على مر الحرب وسببت هجرة المسيحيين وسقط سهوا أن يسأل كيف سقط المئات من رفاقه في انتفاضاته الممتدة من العام 85 حتى العام 90 ومن اغتال داني شمعون والياس الزايك هذا إذا استفنين منهم خارج الطائفة المسيحية ويتقدمهم رشيد كرامي الذي اغتيل وهو رئيس حكومة وسقط أيضا أن جعجع حاز لقب صاحب الأقدام التهجيرية أين محل وحيث لا يجرؤ الآخرون ما قاله هو ضمن طوابط سياسي خاضعة لإرادة جامعة إنما هي رؤية لفريق سياسي عبر عنها وبالتأكيد نحن لا نتوافق أبدا مع هذه الرؤية الناطق الرسمي باسم هيئة قدامى القوات اللبنانية إلى أسود اعتبر في حديث للأنبيئان أن القداس لم يطال ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية بل ذكرى شهداء المحكمة الدولية في زمن الحرب قاتل سمير جعجع في سبيل قضية للحفاظ على الوطن فلم يقبلوه وفي زمن السلم كان من الطلعيين المنادين ببناء الدولة والانفتاح على الآخر وعلى الرغم من ذلك لم يقبلوه القائد الحكيم اعتذر عن أخطاء وبكى على وطن يوضع مجددا بين أنياب فلسفات ديماجوجية وشخصانية فلبنان لم يعد يحتمل طموحا إلى كرسي على حساب كل المواطنين ودمائهم ولم يعد يحتمل تقلبا في الأراء والمواقف فقط لأن الأحلام الشخصية تلوح هنا ثم يلمح طيفها هناك حان الوقت ليثبت الكل على صخرة لبنان كأرزه لا يهاب طاغية ولا يقبل يدا وأن دعا عليها بالكسر ترجمة نانسي قنقر